جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن هجومه على روسيا والرئيس بوتين بايدن أشاد بما وصفها بنتائج العقوبات الغربية التي جعلت موسكو أضعف بحسب تعبيره وأشار الرئيس الأمريكي الاستمرار الدعم العسكري والمالي والدبلوماسي الأمريكي لأوكرانيا أنضينا ساعات لا تحصى في توحيد الحلفاء الأوروبيين لقد واجهنا الروس من خلال إخبارهم بما تم التخطيط له والآن العالم الحر سيحاسبهم بوتين أصبح الآن معزولا عن العالم أكثر من أي وقت مضى وسنواصل مساعدة الشعب الأوكراني في الدفاع عن بلاده وفيما أكدت الإدارة الأمريكية استمرار وصول مساعداتها العسكرية لأوكرانيا أعلنت تأجيل مناورات خاصة بصاروخ باليستي عابر للقارات في رسالة اعتبرها البعض مطمئنة لموسكو في هذا التوقيت تستمر المساعدات الأمنية في التدفق من الولايات المتحدة والعديد من حلاثائنا وشركائنا حتى آخر أربعين وعشرين ساعة نبذل قصارى جهدنا للحصول على أكبر قدر من المساعدات الأمنية للأوكرانيين بأسرع ما يمكن البيت الأبيض كشف النقابة عن عقوبات وقيود جديدة استهدفت روسيا وبلاروسيا بما في ذلك حظر تصدير معدات استخراج النفط والغاز الروسي وحظر تقنية التكرير وإنتاج السلاح فيما أعلنت وزارة العدل تأليف نجدة عمل خاصة لملاحقة الأصول المالية الروسية للحكومة والمقربين منها تقول الإدارة الأمريكية أن الموجة الجديدة من العقوبات تستهدف بالدرجة الأساس الصناعات العسكرية الروسية بهدف إضعافها على المدى البعيد وكذلك استمرار محاولات عزل روسيا عن النظام العالمي محمد كريم من البيت الأبيض في واشنطن الميادين